الناس ده عظيمة او ممتحة اوي وكوها نعمة حلوة اوي الناس ده مش بتتعود ولا هتتعود محمد نوار سرق منصورها لحشيش فريدة الزمر امينة صبري انا بقول لحالاتكم على بس عينة من الاسماء كنت بتكلم على استاذ عمر بطيش كنت بتكلم على استاذ نادية صالح انا بتكلم على عملكة كنت بتسمعوهم الله يرحمهم مرحم ويتول في عمر اللي موجودين انا عايز اقول لكم ان احنا محتاجونك جدا والله العظيم بجد احنا محتاجونك جدا احنا اللي محتاجين نتواصل معاكم احنا محتاجين نكلمكم محتاجين ترشدونا سيبكم السن محتاجين تحببونا في البلد دي اكتر ما احنا بنحبها محتاجون تقولونا نتك على ايه ونقلل من ايه انتو اكيد مع الاحداث اللي احنا فيها دي اكيد انتو رمسين كل حاجة واكيد حاسين بحاجات كتيرة او انا اتمنى ان كل النجوم بتوقع الاذاعة المصرية اتمنى الجهات المعنية لو نعمل مؤتمر نجمع في الناس دي كلها ونسمع تجاربها ونشوف الدنيا ماشى معاهم ازاي اتمنى يعني نحتفي بيهم نقابلهم والله انا لو طلب مني او اتمنى ان انا اعمل ده انه واحد من هؤلاء والله لو اروح له ماشى والله كمان مرة لو اروح له ماشى حدد لي بس حضرتك المعاد اي نجم من نجوم الاذاعة حدد لي بس حضرتك المعاد وانا جيلك والله اجيلك على عيني والله كمان مرة جيلك ماشى بس انا الحقيقة اتكلمت ناس امبارح واول امبارح عشان احاول بقدر امكان ان انا اوصل ليهم بالكاميرا فشلت لا اسباب عدة يعني خاصة بيهم لكن احنا نحبك جدا نحترمك جدا نقدركه جدا انتو اللي علمتونا كل حاجة وهتعلمونا كل حاجة واللي موجود دلوقتي انتو على راسنا من فوق ربنا ادوك الصحة وطولتو العمر كل نجوم الاذاعة المصرية كل القوى النعمة المصرية ربنا ادوك الصحة ويتول في عمركو ولو احتجتو حاجة مننا مني انا شخصيا والله كمان مرة من العندي قبل العندي واجل حضراتكم زاحف مش ماشي كمان انتو علمتونا كتير يكفي ان علمتونا يعني ايه قوة نعمة في هذا البلد ويعني ايه اذاعة مصرية ويعني ايه صوت مصري قوي يعني ايه البرنامج العام يعني ايه الشرق الاوسط يعني ايه صوت العرب يعني ايه الشباب والرياضة حتى كان فيه ازاع عندنا اسمها ازاع فلسطين يعني ايه البرنامج الاوروبي يعني ايه اجدعان الناس دي اتمنى يكون فيه لقاء قريب نتونس به مع حضراتكم